أحمد سيد زيزو هو بكل تأكيد نجم الشباك سواء داخل الزمالك أو على مستوى الكرة المصرية لمدة سنتين متتاليتين الكل بيشهد باحترافيته والكل بيؤكد على مدى قدرته ومساهماته مع الفريق اللي بيلعب فيه نادي الزمالك حتى في ظل أسوأ المواسم اللي قد يكون قدمها الزمالك خلال السنوات العشر الماضية أحمد سيد زيزو نجم المنتخب الوطني ونجم نادي الزمالك الكل عارف أنه كان فيه عرض أو استفسار من نادي الشباب السعودي لضمه وكان آخر موقف رسمي معلم من جانب نادي الزمالك على مستوى المجلس الماضي المستقيل هو رفض بيع أحمد سيد زيزو ولو بمليار دولار كما هو الجديد أحدث ما ظهر إلى الساحة هو ستوري نشرها أحمد سيد زيزو وحذفها بعد دقائق قليلة قبل ما ينشر بنفسه ستوري جديد موجها رسالة إلى جماهير نادي الزمالك عن موقفه وعن كل ما يثار في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول موقفه من البقاء أو الرحيل عن نادي الزمالك تعالوا أول نستعرض ما نشره زيزو وبعدها نقول لكم بعض المعلومات المهمة جداً عن موقف زيزو في المرحلة الحالية يلا بنا البداية كانت بالستوري الصغيرة دي اللي من كتر ما هي اتمسحت بسرعة البعض توقع أن تكون مفبركة ولكن لاحقاً تم التأكد من أنها حقيقية قال زيزو يعني إيه لعيب بيلعب سنة كاملة ولسه ما جبش 30% من عقده يعني إيه ما فيش مسؤول تتكلم معاه يعني إيه داخل سنة جديدة وإنت مش عارف هتعمل إيه يعني إيه بجد إيه العشوائية دي حدف زيزو الستوري اللي نشرها دي بعد بعض التعليقات اللي انتشرت سريعاً جداً في مواقع التواصل الاجتماعي مباشرة منها ما كان مهاجماً لزيزو منها ما كان مهاجماً للوضع اللي بيمر به نادي الزمالك منها ما فسره البعض بأنه معناها أنه بيعلن الرحيل عن نادي الزمالك منها ما أكد أن اللاعب بيقول للإدارة أن الوضع ده غير مرضي لكن مش معناها دليل أنه ماشي حدف زيزو الستوري ونشر رسالة أخرى هي ما بقت ومستمرة حتى الآن على صفحته بالبين يمثلان علم الزمالك الأحمر والأبيض قال للتوضيح والحق جماهير الزمالك عليها أولاً كل الشكر على الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة دائماً للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص كل ما يثار الأيام الماضية على أن رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو إلا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا والله أعلم مين كم مصدرها رغبتي كانت وستظل دائماً في مصلحة نادي الزمالك وجماهيره وإذا كانت رغبة جماهير نادي الزمالك وإدارة النادي في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية أو أياً كان السبب سأكون أنا أول داعم لهذا القرار ولكن رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في أوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح يجب أن تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لن يقدر عليه بشر يجب أن تعلم جماهير نادي الزمالك أن لاعبي الفريق يتحملون جزء من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع أكثر سوءاً تعودت أن أكون صريحاً وأن أتق الله في كل كلمة وكل موقف مهما كانت عواقبه ما مضى فهو ماضي ويجب أن نتكاتف من أجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك لو تلاحظوا في الستوري اللي قدام حضراتكم دي أنه فيها العديد من الرسائل أولاً التأكيد على حب زيزو لنادي الزمالك وفي نفس الوقت التأكيد على أنه أي تحرك قادم سواء ببقائه أو بانتقاله إلى أي فريق آخر خارج مصر هو لمصلحة نادي الزمالك وقال أن رغبتي دائماً وكانت وستظل البقاء لكن أضف إليها لأطول وقت ممكن لخدمة نادي الزمالك بمعنى أنه أطول وقت ممكن معناها أنه الوقت ده قد يكون السنة اللي جاية قد يكون السنة اللي بعدها قد يكون لنهاية عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم بعد القادم أو قد يكون دلوقتي إذا كانت دي بتوصل بيها لمرحلة أطول وقت ممكن هل انتهت الأمور طبعاً رسائل زيزو إلى جمهور نادي الزمالك وتأكد جمهور الزمالك أن الرسالة السابقة كانت من حساب زيزو تلقاها جمهور الزمالك بشكل إيجابي جداً على مستوى أن اللاعب يبادلهم نفس الشعور وتقدير من الجمهور ناحية اللاعب اللي بيقدم أفضل أداءات اللاعبين المصريين في المواسم الماضية وفي نفس الوقت دعموا اللاعب في موقفه من البحث عن الحصول على حقوقه اللي متأخرة زي وزي باقي كل عناصر الزمالك سواء الإدارية أو الرياضية مش بس داخل فريق الكرة بل على مستوى كل الفرق